موسيقى استقبل السيد رئيس عبدالفتاح السيسي السيد زوراب بولو لكاشفيلي أمين عام منظمة السياحة العالمية وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد رئيس أرحب بزيارة أمين عام المنظمة والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا مشيدا سيادته بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليا وإقليميا وبجهودها الحالية لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا وقد أشار السيد رئيس إلى محاور الاستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف الحركة السياحية وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي وضعتها وزارة السياحة والأثار بالتنصيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين عودة ازدهار السياحة في مصر وضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في قطاع السياحة كما أوضح السيد رئيس الإجراءات التي قامت بها الدولة لدعم قطاع السياحة سواء على المستوى الهيكلي من خلال دمج وزارتي السياحة والأثار أو على مستوى المشروعات والمقاصد السياحية التي تمت أو تلك المستهدفة مثل مدينتي الجلالة والعالمين الجديدة ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية ومشروع التجل الأعظم في سيناء وذكر المتحدث الرسمي أن أمين عام منظمة السياحة العالمية أعرب عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مشيدا بالجهود المصرية المبذولة للعودة التدريجية لاستقبال السياحة الأجنبية كما أعرب أيضا السيد بولو لكاشفيلي عن تطلع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون مع مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض آخر المشروعات السياحية البارزة على الساحة المصرية بما فيها المقاصد السياحية بالمجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب المتحف المختلفة وكذلك تطوير القاهرة التاريخية وهي المشروعات التي ستساعد على إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر من خلال الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري كما اجتمع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وتناول الاجتماع متابعة تطورات نشاط هيئة قناة السويس ومشروعاتها المختلفة وقد استعرض الفريق أسامة ربيع بيان حركة الملاحة بقناة السويس منذ بداية العام الحالي وحتى الآن مشيرا إلى زيادة أعداد السفن المرة بالقناة مقارنة بالعام الماضي بما فيها مرور أكبر سفينة حاويات في العالم عبر القناة وذلك بحمول حوالي 240 ألف طن وأربعة وعشرين ألف حاوية وهو ما أكد قدرة قناة السويس على استعاب الحركة الملاحية للجيل الجديد من الحاويات العملاقة وقد وجه السيد رئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات الهيئة في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وذلك لتعزيز تنفسية والمكان المتفرد للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية كما أوضح السيد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت مؤشرات إيجابية مكنتها خلال الفترة الماضية من الصمود خلال جائحة كورونا وذلك باتباع سياسات تصويقية مرنة وفق استراتيجية إدارة الأزمات بالهيئة من عكس على أعداد رحلات مرور السفن والحمولات والإيرادات الكلية للقناة وفيما يتعلق بتأثير قناة السويس الجديدة على مؤشرات الأداء لهيئة قناة السويس أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس الجديدة قد مثلت قيمة مضافة كبيرة الأمر الذي عكسته بيانات الأداء والحركة الملاحية المسجلة خلال الخمس سنوات الماضية منذ افتتاحها وحتى الآن منذ عام 2015 وحتى عام 2020 مقارنة بالخمس سنوات خلال الفترة من 2010 وحتى 2015 حيث زادت أعداد السفن المرة بالقناة ومجمل الحمولات التجارية وارتفاع صاف الإيرادات كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس جهود الدعم القدرات وتطوير الكوادر البشرية وتمكين الشباب داخل الهيئة حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة هذا النهج الداعم لنماذج الشباب المتميز وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض محاور ومشروعات تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس كما تم عرض تطورات التعاون الفني لهيئة قناة السويس مع الشركات الأجنبية والهيئات العالمية المناظرة وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات الإنتاجية ذات الصلة بنشاط والموقع الجغرافي للهيئة ترجمة نانسي قنقر